اشتركوا في القناة انها شائعة جداً 80% من الناس بيعانوا من ألام الظهر في مرحلة ما من حياتهم الرابعة انه ألم الظهر يحدث بسبب الشيخوخة والحقيقة ان الإصابة في الظهر ممكن تحصل في أي عمر الخامسة ان الراحة هي الأفضل للعمود الفقري والحقيقة انه في حالة عدم الإصابة في التمرين المعتادل ضروري جداً لبناء العمود الفقري والحفاظ على قوته ومرنته الخرافة السادسة انه مسكنات الألم تعالج ألام الظهر والصحيح هو اللجوء للطبيب مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر للحصول على تشخيص سليم واختيار الخطة العلاجية حسب درجة الإصابة أهلاً بكم من كلام هاني المحترم جداً هاخد آخر جملة آخر منطقة إذا جالك ألام الظهر كان بغي أن تذهب إلى المنظومة الطبية المتخصصة لكي تكتشف السبب وتشخص التشخيص المزبوط وبالتالي تبدأ العلاج هل ده اللي بنعمله؟ قبقى بيني قبقى هي ده أنا هي لو لقيت اللي بيعمل ده عشرة في المائة من الناس ده كده أنا متفائل احنا بنلجأ إلى كل الأساليب اللي تحت عنوان الفهلوة بس الفهلوة تنفى في أي حاجة بس الفهلوة على صحتك بتعمل الفهلوة على نفسك يعني بتجذب على نفسك يعني من أول بقى الحاجات اللي هي نقول عليها إيه ماشي معقولة اللي هي بقى أروح صيدلية واجيب كريم من الصيدلي ماشي غلط بس ماشي لأنه الصيدلي في كتير من الأحيان هي رشدك هيقول لك أرجوك روح يا دكتور الموضوع ده مش مساهد السيدة في مصر شطرين هيوجهك والاحتمال التاني إن حضرتك تلجأ بقى للنصابين وبرضو نصابين درجات فيه واحد نصاب بس النصاب زاك شوي هتطلق كريم على شاشة من الشاشات اللي هي تحت السلم دي والشاشات دي على فكرة موجودة اللي هي بقى قناة معمولة للأفلام هي مش معمولة للأفلام ويحطوا في نصها أفلام ويطلع واحد لابس بلطه وبيقلدنا يعني الله يسامحهم وواحد تاني بيقلدني الله يسامحه برضو وقول لك كريم بيعمل كل حاجة بيعالج الغدروف كريم إلي بيعالج الغدروف خليناه واقعين بس عجب العقل الغدروف ده خلل في المنظومة التشريحية التشريح بيقول كذا 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 ده خلل غدروف اتحرك من مكان كريم هيعرجوا ازاي هيرجعوا الكريم مساكن قلب يعني لو عندك التهاب في العضلات تحط كريم آه ممكن ينفعك جدا لو عندك التهاب في المفصل خبطت خبطة في مات شكورة في ركبتك مش عارف في رجلك في الأنكل هتحط كريم هيخف للتهاب ويخف في القلم ويخف الورب آه كريمات المعترف بيها مش بقى كريم كمان معمول تحت بير السلم وبيبيع واحد مالوش علاقة بالطب من قريب ومن بعيد وبينة جدا وبيعلن عنه بشكل فج وطبعا مفيش منع من احنا نكمل التمثيلية بان واحدة تتصل مثلا خير مثلا نور انا خدت الكريم ده وكان عندي ألم في ظهر ايه والحمد لله خليني مية في المية يعني لا يس حرام يعني حرام كريم اللي هيتحط على نزال غدروف يخلي الغدروف يرجع مكانه يعني ده مش موجود الكلام ده في العالم كله أو نلاقي بقى النصب المستوى أعلى اللي هو بقى النظام الجنان واحد متعلق من رجله واحد بعصايا نازل ضرب في ظهره القيمة العلماء الكبيرة والاسم الكبير في عالم تدخل المحدود في علاج الألم طبعا اسم أكاديمي والأروع سوبر اصدار هذا المجال الأستاذ الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التدخلي والعامود الفقري الأساس بكل طبيعي جامعة عن الشمس طبعا أهلا بسرعة لا طبعا في الم الولاد جابوا الفيديو ده ما عرفش جابوا من ايه اه لا موجود طبعا وموجود في مصر بيتعمل انا معرفش جنسيتهم ايه معرفش كان الناس سمعوا الصوت انا موجود في مصر انا جالي عيانين نفس المنظر يقول يولي علقوني وشدوني تركي اه وشدوني ده في تركيا ده في أوروبا اه بس ما هو بس واضح ان حاجة الليجل يعني مش بتتعمل مش لايتسنس يعني هلأ طبعا هتلاقي في الريق في ناك برضو اه طبعا في كل حتة كل حتة المريض بيلجأ وبتعلق بأشاية وبيلجأ لأبي طريقة عشان اخف حتى لو كان مهما وصل يعني لتقدم علم هتروح برضو لحد يعالجه بطريقة أسهل من الطرق الأديم او الطرق الطبية هو عاوز يروح تسكن أسهل بس ممكن بقى تؤديه في ده اه ده ممكن تؤديه مشاكل طب نشرح للناس بالراحة ايه هو الظروف يمكن لما نشرح الناس تفهم العمود الفقري ده هو اللي شايلنا وقفين بيه ونتحرك يمين وشمال يعني يقولك هو العمود الفقري بتاع مثلا الشركة الفلانية العمود الفقري بتاع بني آدم هو العمود الفقري عضم مترسس في بعضه فقرات عنقية وصدرية وقطنية وعجوزية والعصعوصة في الآخر فقرات دي بينها حاجة جيلاتينية طرية تساعد ان العمود ده ما يبقاش عمود صلب آه ناشف خلينا نتنيل قدام نرجع لورا اللي في مين اللي في شمال الغضروف اللي انت شايف في الصورة ده ده طري يمتص الصدمة يحصل له مشكلة المريض يحصل يشيل غلط أو يعمل حاجة غلط يبتدي الغضروف يخرج ويدوس على عصب اذا هي موضوع فيها جزء ميكانيكا وفيها جزء مرضي يعني مرض غضروف ورفع وخرج داس على عصب طب انا هعلجه بعصايا ازاي هعلقه واشده كان زمان شد المريض يريحه بس الكلام ده تلغى يعني التراكشن ده ممكن يسبب بقى مشاكل اخرى ومشاكل فضيع فابتدى الكتب العلمية تقول لك لا التكنيك ده مش حلو التكنيك ده مش هو اللي ينفع يتطبق فابتدى انا دوقتي الغضروف هو بيدوس على العصب بيزر العصب حاجة تانية اسمها الخشونة مش بس يرق النساء او العصب ده اللي داس عليها عملي قلم في رجلي او قلم في ايدي لا كل فقرة والتانية بينها مفصلة مفصلة في الطب يعني التقاء عدمتين ببعض مفصلة دي يحصل فيها التهاب للأسف لحد دلوقتي في الطب التهاب المفصلات علاجه صعب يعني مفصلة رجبة مفيش مثلا سحر هنكتبه للعيان المفصل يخفه ويرجع لأصله لا الظهر نفس الكلام او برع مفصلات كتيرة فوق بعضها يحصل فيها خشونة اللي هي التهاب في المفصلات الظهر هو دي بنقول عليها خشونة تدي العين يشتكي من الألم يعني بتاع المفصلات يعني ده هو ده العيان وماسك جنبه وده يعني صورة طبيعية جدا لألم المفصلات الظهر اللي نسميها فاسر جوينت او مفصلات الظهر العين والصورة العيان جنب ده هادي الفقرات فوق بعضها والغضريف والمفصلات متأثرة وملتهبة لازم بقى علاج لكن مش يعني الطرق اللي حداك على الطاقة في الأول دي طبعا يعني مش مقنعة يعني أنا أوزين حاجة مقنعة إيه اللي يخلي الغضروف يتآكل السن ولا الحركة الغلط ولا الوزن حاجات كتيرة حاجات كتيرة السن الغضروف بينشف نوع من أنواع الحماية لما منعجز شوية حركتنا بتقل والغضروف ينشف فيدي صلابة في العمود الفقري بس الصلابة دي بتيجي على حساب حاجات تانية تلاقي الايام الكبير في السن مش قادر ينزل ليوطي ما بيعملش حركات عنيفة هو السن كتير يعني تآكل السن الطبيعي حاجات تانية شيل الغلط إن حد بيشيل في جيم حد يقعد غلط حد يمسك موبايل واللد الراس وماسك ساعات بتقل الراسه دي وزنها مثلا 3-4 كيلو ميدال دي الراسه كده حد يقعد غلط في أنتريه يشيل أحمال غلط يشيل شكارة أسمنط غلط ست بيت تقول أزق الدولاب أجيب وراه أنظف وراه أرفع المرتبة مرتبة إيه لكبيرة شيله غلط مش عارف حكاية يعني المرتبة قلب المرتبة دي أنا مش فاهمي على غير دلوقتي الناس نامت خلاص وتمام المرتبة تصبطت على جسمي مخادس شكل الجسم ليس؟ ليه يا مدام ليه قبلة؟ يا قبلة ليه؟ بتيجي في وقت معين كده مع دخلة الصيف تقولي أقلب المرتبة أقلب المرتبة طيب ما تجيبي ناس تقلب معاك المرتبة لا أقلبها الوحدي لا ده كارسة كارسة لأن العمود الفقرة هو اللي هيشيل المرتبة وأضعف حتة في العمود الفقرة للغضروف هي المنطقة الجلاتينية الطرية مش العظم العظم مش هتكسر يخرج الغضروف بمكانه يعمل عرق النسا يتسميه بقى عرق نسا يقولك العيني جالي ديسك جالي غضروف وكلها يسميه واحدا لنفس الحاجة كان اسم قديم كمان لمباجو لك أنا جالي لمباجو لمباجو ده اسم سبعينة ثمانينة هو نفس المرض أن الغضروف خرج بمكانه ده بيشيل غلط خال خال هيحمل كل الحملة ده ده خال دي بقى قرورة مية هيشيل ده بيشيل صح ها ده بيوطي ظهره مفروض ها ظهره مفروض الثاني لا أولاني لا ظهره كماتني ها ده بقى المحترفين خالبا شباب أنا بسنوهم أطفال خمستاشر واربعتاشر وطلتتاشر سنة يروح الجيم ده السن بقى بتاع الجيم أول ما يوصل لطلتتاشر سنة بقى عاوز بقى يبين العضلات أنا بكره الجيم أنا شايف الجيم ده مصدر مشاكل الصحة الشباب بتلاقيهم ربي عضلات ما بقدرش يجري عشرة متر اه ده مش دي الرياضة أنا عايزه يجري عشرة متر يجري عشرين يجري خمسة كيل وياليت يا ملأ صح يعني الرياضة دي بسميها استاتيكية استاتيكية رياضة واقفة واقفة مش رياضة كايناتك حركية زي الجري والمشي والسباحة دي رياضة حركية وكرة وكذا ده مش موجود في الجيم كل دول مش موجود في الجيم الجيم ينفع يساعد بس تحت مرشد تحت حد فاهم الخطوات مش واحد يشيل الأحمال وهب طالع لفوق تلاقي بب ده مش عاوز أرحى دهلك أنا يوميا بيجي للعيال اللي هو شاب صغير طب انت ابني ظهرك وتفاجأ ان فيه غضروف كبير تطالع في ظهره عشان شال حاجة غلط هو مين أكتر الناس صحة في العالم أكتر يضين صحة في العالم في رأيه لعيبة كرة قدم المحترفين لو بصتوا لتكوينهم ما عندهمش كمية العضلات لعيبة كرة القدم المحترفين محمد صلاح تكوينه العضلة عادي جدا عضلات مرسومة مفيش دهون لكن مفيش دضخم في العضلات مفيش دضخم في العضلات لا ده خطر في اللعبة كرة اه طبعا ولعيبة التنس شو التنس الندال اه عضلة قوية لكن ماشية ضخمة اه وتلاقي دراعة ورفية عادي ويقدر فاهم بيعمل ايه وواحد يروح جيم ولا يعمل خطوات ملهاش معنا فده سبب الغضلوف هو ده معظم على فكرة اللعبين اللي هم عندهم تكوين عضلية كبير جدا ده عندهم مشاكل رهيبة في الغضل اه طبعا ده رش يقف يعني فيه حاجة اسمها عسن الطب الرياضي طب مخصوص لمشاكل اللي بيلعبوا رياضات عنيفة ومنها رفع الأسقال والكلام ده العراض بقى العين بتاع الرقبة وبتاع العرق الناسة مش كمية بالزبط اه لو كانت خشونة في الرقبة مثلا بتصيب الكتفين من وراء يقولك انا عظمة اللوح في ظهري وجعاني رقبتي مش عارفة تنيها يمين مش عارفة تنيها شمال مش عارفة بص فوجة دي صورة تقليدية للخشونة بتاعت الرقبة اللي احداك شايفها دي دي صورة تقليدية جدا والعين يقول لك ايوان انا كتفي بيوجعني اقول له ده من الرقابتك بس ده كتفي اقول له ايوان رقابتك هو نفس العصب ينزل بقى يعني ده دي الشكوى الأساسية كل عصب له منطقة له منطقة بالأرقام اللي احنا شايفة دي لو الغضروف بقى نفسه ده يسعى العصب هينزل بقى القلم على ايده يبقى ده محتاج يبقى نشوف فيه اسباب مختلفة مش كوى كله قلم ظهر وكله قلم رقبة ينزل القلم على صوابع دي ده برضو ده مثلا ده صورة اقليدية لاما ألم غضروف لاما ألم مفاصل الرقبة اللي بنسميها خشونة للناس بواجه بسيط يعني ده العرض الحتة بقى توجعه يقول لك انا يعني معه فترة طويلة اسوق فترة طويلة لقى انا بتوجعني اه ممكن تبقى عضلات بس لو طول الموضوع والعضلات ما استريحتش بقى لأ ده في مشكلة تانية يعمل بقى رنين ويعمل فقصات ونشوف السبب ايه ويبين بقى الغضروف ويبين ان هو داس على العصب ويبين ان هو مأثر على العصب اللي لازم هنا بقى علاج والعين بقى الشيكي من ايده يقول لك انا ايدي بتسقع احاسس بكهرباء احاسس بتنميل يعني منطقة الخضرة اللي حتاك شايفها دي ده اماكن الالم بتاعت الغضروف العنقي القطني نفس الاعراض اللي في الايد بس هتبقى في الظهر من تحت والرجل يبتدي منطقة الحمرة دي ده مكان التقليد اللي يرأي الناسة يبتدي كمان جناب يقول لك خط البنطلون في واحد يبتدي لو مفصل الظهر بتوجع يقول لك انا في خدي من قدام طب وانا مال في خدي بدهري ما هي ونفس العصب الساق قصبت رجله الساق من قدام يقول لك انا انا بتوجعني كل ده بيفحص بقى يروح يتوجه للطبيب والمناسب ويقدر يفحص ظهر ويقدر يعرف السبب ايه وعرف السبب نقدر نعالج مزبوط انقسمت الطرق العلاجية الى تقليدية وحديثة نبدأ بالتقليدية الاول لها طبعا تواجد ولها تغتمتها ثم الحديثة ظهر في الفيلم الاولين يا حضرك قلت اللي هو مقدمة الحلقة كالتمانين في المية من الناس يعانوا من ظهرهم هيجي لهم فيهم من الايام شكوى من ظهرهم بديه هيبتدي ياخد مسكنات وبسط عضلات في الاول ما جابتش نتيجة يبتدي يتاجه الى العلاج الطبيعي ولكن انا جربت علاج طبيعي برضو ما جابش نتيجة يبقى اكيد في مشكلة اخرى بقى يبتدي ندور عليها اللي لقينا غضروف لا اما يتشال بالجراحة لا اما يتشال بطرق حديثة اخف مشاكل واقل مشاكل كتير من الجراحة الجراحة التقليدية ان انا بفتح ظهر العيان وافصل العضلات بعدين اوصل للمكان العضم واشيل العضم ممكن نوسع القناة وبعدين يخش على الغضروف يشيل الغضروف او وزء منه مش شرط يشيله كله بس مشكلتها اول حاجة ان العين هيفضل رائد في السرير بعد العملية شهرين تلاتة يلبس حزام ظهر او رقبة ونفس الكلام يلبس حزام رقبة يسبتوله ظهره بمصمير وشرائح صحيح التكنيكس دي والطرق دي تنفع واناش انها مش نفعة بس الحالات مخصوصة طب فيه طرق حديثة اه ممكن اعمل كل الشغل ده في حالات محددة بدون مفتح ظهر العيان اللي هي نستخدم الاجهزة الحديثة في علاج القلم زي التردد الحراري تبخيل الغضروف الاجهزة دي بتخش تعالج الغضروف وتشيل لغة الغضروف منه على العصب وتعمل كمان علاج للعصب نفسه ده ده جهاز التردد الحراري ويعالج العصب نفسه ونوسع القناة العصبية كل ده عملية كاملة تتم بالابر بدون جراحة بدون فتح جراحة العيان ياخد بنجة موضعي يعني الابرة دي دخلة من على الجلد مغير ما نفتح الجلد وبنجة موضعي مش بنجة نصفي ولا بنجة كلي يعني حتى المرضى اللي هم خايفين ياخدوا تخدير أقدر أعمل الجراحة كاملة بنجة موضعي عم يبقى صاحي يسمع أغنية يسمع نتكلم مع بعض الحكة طول الوقت كمان ما بيحتاجش يرقط في السرير بعدها ده تاني يوم يروح شغله تاني يوم يمشي يتحرك يروح ييجي التحسن تدريجي خلال شهر لكن نسبة نجاحه عالي جدا ما بيلبس حزام ظهر ولا حزام رقبة ده التقدم ده يعني انت ده بقى موضوع التقليدي ده يعني مش عاوزي قلله حداك جر رحين أول ما ظهر بيوجعوا يبتدي يفكر لا طبعا أنا همشي على التقليد دهما في حاجات حديثة في فرق كبير جدا أن عيان اتفتح ظهره قبل كده أو اتعالج نفس المشكلة بدون ما نفتح ظهره فرق كبير بالأشياء بالتداخلات المحدود بالتداخلات المحدود في العيان فترة النقاها أقل ما فيش مشاكل صعب أنه في التداخلات المحدودة أنه يقطع عصب أو يحصل تلافع العصب لكن التقليدي ممكن يقطع عصب ممكن يحصل تلافع العصب العيان التقليدي هيقعد ثلاثة شهر في السرير ممكن يعمل له شراحة ومصامير ويدليها مشاكل كبيرة بعد كده التداخل المحدود للتبخير والتراضي والتحراري تاني يوم بيمشي وبيخرج ويروح وييجي ممكن يكون عربية ممكن يكون مواصلات ممكن يروح شغل وممكن يسافر بطيارة ييجي عين من دولة أخرى يعمل العملية ويرجع تاني بلدهم لا لا تقدم طبعا مختلف رائع جدا مختلف استفادة من كل التداخلات المحدودة فرق كبير جدا مش بس في هذا التخصص تخصص القلم بلقى بتخصصات كلها مينمال انبيزي بتجي نورتنا وأبدعت وشرفتنا وأمتعتنا متعة كبيرة جدا لأنك نورتنا منطقة أعتقد أن الثقافة فيها ما زالت في سنة أولى مهما كان التقدم مهما ما شاء الله الإكويمنت هي أعلى الإكويمنت السوء المصلسي قوي جدا لذلك هي جاذبة لأفضل إكويمنت في عالم علاج الألام التداخلي لكن ثقافة الناس أنا في رأيي لسه في سنة أولى مهما كان التقدم النقلة طبعا أكيد تاريخك طويل أكيد أنت حضارك شايف الفارق ونظرة الناس وفهمهم لطبيعة اختلف كام سنة أنا فيه ده قدم مختلف لا لا الناس بقت وعي أدرأتي مهما لا حضارك برامج زي دي تخلي الناس أنا بقى يجيلي ناس يعني زمان كنا بنفتح عيدات الألم ألاقي واحد يقول أنا عندي مغص أيوة بس مش هو ده الواجع اللي أنا بعلجه يعني ده كتير يقولك مش أنت دكتور علاج الألم يقوله آه أنا مش علاج الواوة أنا علاج الألم المزمن علاج عمود فقري علاج ألم سرطانية علاج مفاصل رجبة وكذا فبرامج زي دي تخلي الناس وعد بقت الناس تخش دلوقتي العيادات غير ما أنا فتحت مثلا من 15 سنة كنت يعني أفهم الناس لا دلوقتي بقى يشوفوا برامج زي دي يقولك لا أنا عاوز أتعالج بدون جراح ويخش العيادة عارف أنه هيتعملوا حاجة جديدة بدون جراح من المال من المفاصل لا 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 اختلفت الدنيا وفي تقدم بالتريجة وبتدينا نمشي حمد لله حمد لله أشكرك شيئا دعا تزي بي نورتنا وشرف كبير لنا دائما وجودك معنا شكرا جزيلا القيمة الألم الكبيرة والاسم اللامع السوبر سرعالم جال علاج الألم أستاذ دكتوري شامل عزازي أستاذ علاج الألم التدخلي والعمود الفقري بكل الطب جامعة عين شمس كان كالعادة متألقا في شرحه لتدعيات الألم لمشاكل الحادثة بسبب هذا التغير التشريحي في العمود الفقري واحد من فروع الألم الهمة جدا مررنا على خشورة المفاصل وأكيد نظرنا بشكل مكثف جدا على السياتك أو عن النساء أو النساء أو كما تحبون تسميته ونظرنا للغضاريف لم نفرق بين عنق وقطني لكن فهمنا متى يكون علاج الألم بالأسلوب التداخلي مؤثر للغاية وأيضا فرقنا واحتفظنا بكامل الاحترام والثقة في مناسبة بعض الحالات لعلاج التقليدي أو العلاج بالجراحات مع التقدم في هذا العالم أيضا أصبح العلم يحاصرك في كل مكان لماذا تهرب من العلم إلى منطقة مليئة بالجهل أكيد ينبغي أن تراجع نفسك وأكيد اللي حواليك ينبغي أن يقذوك من هذا الوه السرابي المسمى بأساليب لا موجودة لها في عالم عشرين وواحد وعشرين وما بعده خليكوا دايما مع دكتور